أعوذ بكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب حجج الله على خلقه من كتاب الكافي الشريف وحديثنا اليوم حول حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا المجال قال أبو عبد الله عليه السلام وَكَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتَ في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق ولم تجد أحدا إلا ولله عليه الحجة وَلِلَّهِ فِيهِ الْمَشِيئَةِ إلى آخر الحديث الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل وأرسل الرسل فبعقله يعرف الخالق ويعرف حجج الأنبياء ويدرك قبح الظلم وحسن العادل وبعض القبائح يعرفها بعقله وبعض الأمور الحسنة يدركها بعقله لكن هناك كثير من الأمور لا يمكن للإنسان أن يدركها بعقله فأرسل الأنبياء لكي يثيروا دفاء العقول أولا ثم يبينوا التفاصيل وخاصة تفاصيل الشريعة ثانيا فالله سبحانه وتعالى بعد إعطاء العقل وبعد إرسال الرسل له الحجة التامة في يوم القيامة لا يتمكن أحد من أن يحتج على الله سبحانه وتعالى فتكون حجته غالبة كلا بل لله الحجة البالغة وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قبله لَقَالُ رَبَّنَا لَوْ لَوْ لَا أَرْسَلْتَ الناس يتصورون أن الإنسان مسير مجبور في كل أفعاله بعض العامة كالأشاعر وكالسلفيين هؤلاء يقولون أن أفعال العباد إنما هي أفعال الله سبحانه وتعالى طبعا لهم تعبيرات مختلفة قد مر سابقا تفصيل بعضها يقولون بالكسب وما إلى ذلك النتيجة هي الجبر أفعال الإنسان يقولون هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى زين إذا أفعال الإنسان مخلوقة لله والإنسان مجبور على تلك الأعمال فلماذا يعاقب عليها؟ هذا ظلم أنت تجبر أحدا على عمل بحيث لا اختيار له في الامتناع ثم بعد ذلك تعاقبه على ذلك العمل هذا ببديهة العقل هو ظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد في المقابل أكو جماعة أخرى كالمعتزلة هؤلاء قالوا بالتفويض المطلق يعني أفعال الإنسان لا دخل لله سبحانه وتعالى فيها أبدا هذا أيضا ليس بصحيح لأن هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى فالتفويض المطلق هو اعتقاد عزل الله من ملكه وهذا ليس بصحيح وإنما الصحيح هو ما بينه الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأشار إليه القرآن أيضا لأن الإنسان لازم ينظر القرآن بنظرة متكاملة ينظر إلى القرآن لا أنه ينظر إلى آية وينسى آية فيكون من مصادق نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض كلا أو يكون من مصادق الذين جعلوا القرآن يعني أقسام قسموه مزقوه إلى أقسام أخذوا بما يناسب هواهم وتركوا عجزاء أخرى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكذلك الآيات القرآنية بمجموعها تدل على الأمر بين الأمرين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي أعطى الإنسان القدر والاختيار وكلفه بذلك وقضى وقدر وأمضى وأذن لكن أفعال الإنسان لله فيها المشيئ ولله فيها القضاء ولله فيها القدر لكن الإنسان غير مجبور على تلك الأفعال لأنه باختياره يتمكن من أن يفعل وباختياره يتمكن من أن يترك قد ذكرنا فيما مضى أن هناك مثلا شيء الوصول إلى النتيجة فيها مقدمات إذا بعض هذه المقدمات لم تكن اختيارية وبعض تلك المقدمات كانت اختيارية فالعمل يكون اختياريا النتيجة تكون اختيارية يعني مثلا أنت من دارك تريد تخرج إلى دار أخرى يحتاج إلى ألف خطوة للوصول إلى الدار الأخرى زيان إذا سحبوك من الدار الأولى سحبان إلى قرب الدار الثانية هذه المسافة أنت قطعتها بدون اختيارك ثم قبل الوصول إلى الدار الثانية تركوك وذهبوا أنت واصلت المسير إلى أن دخلت في الدار الثانية هل دخولك في الدار الثانية باختيارك أم لا نعم باختيارك مع أنه أكثر المقدمات لم تكن باختيارك إنما جاءوا بك سحبة لكن لأنه بعض المقدمات اختيارية كانت النتيجة اختيارية في أفعال الإنسان هكذا لله المشيئة والقضاء والقدر والإذن وأمور أخرى ذكرت في الأحاديث الماضية لكن أيضا اختيار الإنسان فإن اختار تحقق العمل إذا ما اختار العمل لم يتحقق فهذا هو الأمر بين الأمرين الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يشير إلى هذه الحقيقة الإنسان ليس بمجبور وليس مفوض إليه تفويضا مطلقا بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين أن الله أمر الناس هم باختيارهم باختيارهم يفعلون أو يتركون لكن أمرهم بما يسعهم والناس يتمكنون أكثر مما أمرهم الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالقليل يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة 17 ركعة في كل يوم إذا لم يسافر إذا مسافر الصلوات الرباعية تصير قصر 11 ركعة يصير الله أمر الإنسان بالصلاة في كل يوم 17 ركعة إذا أنت تفرض كل ركعة يمكن الإتيان بها في دقيقة واحدة يعني حدود ربع ساعة من 24 ساعة هل الإنسان يتمكن من أن يصلي أكثر؟ نعم الإنسان يتمكن من الصلاة أكثر والله سبحانه وتعالى قادر على أن يأمر الإنسان بأكثر مما أمره لكن لطفا ورحمة اكتفى بالقليل الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالصوم كل سنة شهر رمضان الشروط المذكورة إذا الإنسان يقدر أكثر من شهر يصوم؟ نعم الإنسان يقدر طول السنة يصوم لكن الله سبحانه وتعالى أمره مرة واحدة بالسنة شهر واحد الحجل المستطيع بالعمر مرة واحدة الإنسان يقدر أكثر من مرة يحج إذا كان مستطيع النعم الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالقليل رضي منه باليسير لكن المشكلة أن الإنسان لا خير فيه الأكثر حتى هذا القليل الذي أمره الله سبحانه وتعالى به يعص الله سبحانه وتعالى كثير من الناس ما يصلون كثير ما يصومون البعض أسوأ من ذلك لا يصلي وينهى عن الصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وبعض الأحيان بعض الأشخاص يجون يسعلون يقولون إحنا في مثلا دائرة حكومية أو في جامعة أو في وظيفة أو في مصنع وقت الصلاة عندما يصير نصلي زملائنا يستهزئون بنا بنت محجبة بالحجاب الإسلامي زميلاتها يستهزئون بها زيان لما تسألهم أنتم مسلمين لو مو مسلمين يقولون نعم نحن مسلمون والحمد لله رب العالمين بالفعل يعني يحتاج إلى الحمد زيان أليست الصلاة من أحكام الله أليست الصوب من أحكام الله أليست الحجاب من أحكام الله سبحانه وتعالى أنتم لازم تلتزمون به زيان إذا أنتم ما التزمتوا إذا واحد التزم به ليش تستهزئون به ليش تمنعونه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى في حديث شريف حينما الله سبحانه وتعالى شرف النبي بأن عرج به إلى السماء في المعراج هناك الله سبحانه وتعالى أمر النبي بالصلاة مأت ركعة بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خفف إلى خمس صلوات الإنسان يقدر في اليوم يصلي ميت ركعة يقدر يصلي ميتين ركعة لكن الله سبحانه وتعالى أمره بأقل من طاقته فإذن الله ما جبر الإنسان ما فوض له وإنما هو أمر بين الأمرين العمل اختياري واختيار الإنسان مع وجود مشيئة لله سبحانه وتعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى قليلة طاقة الإنسان أكثر نواهي الله سبحانه وتعالى أيضا قليلة أكثر الأمور هي مباحات وحتى الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها هي بمصلحة الإنسان حينما الله سبحانه وتعالى نهى عن الكذب عن التهمة عن الغيبة عن النميمة عن القاتل عن السرقة عن المنكر عن الفحشاء وما إلى ذلك هذا بصالح الإنسان هذه أمور كثير منها الإنسان بعقله يدرك قبحها إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون فهي بصالح الإنسان لو الإنسان التزم بترك هذه المحرمات ما راح يخسر شيء ما راح حياته تصير أسوأ بل حياته راح تصير أفضل لأنه مضرات تلك المحرمات يبتعد عنها وفي الوقت نفسه يحصل ثواب وفي الوقت نفسه ضميره مرتاح لأن الإنسان إنما الإنسان المسلم الذي يعلم بأن هذه الأمور محرمة إذا تركها ضميره راح يكون مرتاح وإذا فعل المحرمات ضميره راح يأنبه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فالإمام يقول وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق ماك واحد في ضيق من التدين إذا يشعر بالضيق فهذه مشكلته يتصور أنه هو في ضيق في ضيق أن تشوف المتدينين يعملون يصافرون يتزوجون يأكلون يسيحون كباقي الناس نعم يلتزم ببعض الالتزامات وهذه الالتزامات ما راح تقيد حياته بل يعيش حياة سليمة بعيدة عن الآفات والمضرات نعم قد بعض الناس يستهزؤون بي أو يضيقون عليه لكن هو في نفسه الالتزام بالأحكام الشرعية ما في ضيق والأكثر من ذلك إذا في بعض الأحكام بالنسبة إلى بعض الناس صارت مشكلة واحد مريض ما يقدر يصوم زين الله سبحانه وتعالى رفع عنه ما جعل عليكم في الدين من حرج حرمت عليكم كذا وكذا وكذا إلا ما ضطررتم إليه حتى ذلك الحكم القليل إذا في حالة استثنائية سبب ضررا بالغا يرفع عنك واحد في صحراء مثلا لم يجد طعاما حلالا إذا أهم ما أكل طعام راح يموت ما يخالف إذا أكل ميتا ما بيإشكال الله سبحانه وتعالى أباح له بمقدار رفع الضرورة واحد ما يقدر يصوم لا يصوم واحد أعمى لا يجب عليه الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج يحرج إذا أعرج ما يقدر يجاهد الجهاد مرفوع عنه حتى هذه الأحكام القليلة الله سبحانه وتعالى رفعها عن من يصاب منها بضيق مع أنه كان يمكن أمر المريض أن يصوم إلى أن يموت واحد مريض لا يتمكن من الصوم لا يتمكن يعني ما يطيق الصيام هل كان يمكن أن يؤمر بالصوم صوم حتى لو سبب فيه موتك يمكن نعم كما في الجهاد الجهاد الإنسان يذهب وقد يموت وحتى إذا علم بأنه سيموت لا يحق له أن يفر من الزحف الله سبحانه وتعالى هناك أمر بالجهاد إلى حد الموت زين كان يمكن أن يأمر بالصوم إلى حد الموت لكن الله سبحانه وتعالى رفع عن العباد الشريعة سهلة سمحاء مع أنه في بعض الشرائع السابقة كان هناك تضيق على الناس بظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم فالإمام يقول لم تجد أحدا في ضيق ولم تجد أحدا إلا ولله عليه الحجة ممجبور لو كان مكرح كان له الحجة على الله لكن ليس كذلك لا حجة له على الله إذا الإنسان مجبور في أعمال كما يزعمون ما صلى لأنه مجبور على ترك الصلاة ارتكب المحرمات لأنه مجبور على ارتكابها زين يوم القيامة يقول يا رب أنا ما كان لإختيار أنت أجبرتني فلماذا تعاقبني كانت لهم الحجة لكن الإنسان مختار فلذا لله الحجة على هؤلاء الناس زين الإمام نفى الجابر بس نفي الجابر ليس معناها التفويض المطلق لذا يكمل الإمام ولله فيه المشيئة الله سبحانه وتعالى له المشيئة في جميع الأعمال لكن ليست مشيئة إكراح وإنما مشيئة اللي هي من مقدمات العمل وأيضا اختيار الإنسان من مقدمات العمل ثم قال إن الله يهدي ويضل الهداية من الله والظلال من الله سبحانه وتعالى يعني الإضلال من الله لكن الله لا يضل إلا من استحق الإضلال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الكافرين وكذلك الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالهداية التشريعية يعني يرسل للجميع الأحكام الشرعية فإذا اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لكن إذا رفضوا هذه الهداية الله يتركهم وشأنهم ويضلهم وأما ثمود فهديناهم يعني أرسلنا لهم صالحا عليه السلام وأريناهم المعجزة حسب ما طلبوا تلك الناقة وفصيلها لكن وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى استحب يعني طلب حب الظلال الظلال اللي هو كان فيه أحبه زين فإذن الإنسان مو مجبور ولا مفوض إليه أمر بين الأمرين فإذن هو مختار هذا من الجهة التكوينية زين هذا مختار الله أمر لو لا نعم الله نهاء لو لا نعم لكن الآمر والنهي أيضا بأقل القليل والإنسان كان يطيق أكثر من ذلك لذا الإمام يقول وما أمروا إلا بدون سعتهم يعني أقل من طاقتهم وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له يتمكنون من القيام به وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم إذا هي حالة عامة عامة الناس لا يتمكنون أصلا الحكم لا يشرع كما في ذلك الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك المشقة عامة لذلك لم يصدر أمر وجوبي بالسواك هذا في ملاك الأحكام نعم السواك مستحب زيان إذا ما كان المحذور عاما الأمر يصدر لكن إذا واحد صار له استثناءا محذور هذا يستثناء يعني الصلاة بشكل عام ما فيها مشقة على عامة الناس الله أمر بالصلاة من قيام زيان واحد لا يتمكن الصلاة من قيام الله سبحانه وتعالى رفع عنه القيام صلي من جلوس ما يقدر من جلوس صلي من وأنت في حال تمدد مثلا الغريق لا يتمكن من الإتيان بالركوع والسجود والصلاة الكاملة التسبيحات الأربعة كل تسبيحة من التسبيحات الأربعة يعني كل مرة من التسبيحات الأربعة تكون بدى الركعة مثلا بعد ذلك الإمام يقول ولكن الناس لا خير فيهم قسم من الناس تركوا أبواب علم الرسول صلى الله عليه وآله الأئمة وذهبوا شرقا وغربا لذا واحد منهم قال بالجبر واحد منهم قال بالتفويض ولم يفهموا معاني الآيات أو جعلوا القرآن عظيم ذول قسم من الناس زيان قسم آخر من الناس عصيان عملي يعصون الله سبحانه وتعالى ما يصلي ما يصوم مستطيع ما يذهب للحاج يرتكب المحرمات الغيبة التهمة النميمة كذا كذا هذا لا خير فيه الله سبحانه وتعالى هيا لك كل شيء وهيأ لك الجنة هناك في الحديث الشريف كل إنسان يولد الله سبحانه وتعالى يخصص له مكانا في الجنة ويخصص له حورية أي إنسان يولد في شرق الأرض وغربها زيان هاي الحورية تنتظره من يوم ولادته إلى يوم القيامة فإذا كان من أهل الجنة أعطي مكانه في الجنة وأعطي تلك الحورية طبعا الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله وإذا كان من أهل النار كان كافرا هذه الحورية تقول لها بأس الرجل كنت أنت بأس الرجل كنت زيان مكانا اللي خصص له في الجنة وهذه الحورية شنو تصير هذه تعطى لسائر أهل الجنة هذا في تفسير هذه الآية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذا من مصاديق الوراثة يعني هذا المكان من الجنة وهذه الحورية لشخص آخر كان لكنه بالسوء عمله صار من أهل النار زيان فمكانه وهذه الحورية تُعطى لرجل آخر من أهل الجنة فيرث الجنة وما فيها التي كانت قد خصصت لذلك الذي دخل في النار زيان الله سبحانه وتعالى هيا كل شي أرسل الرسول جعل أوصياء الشريعة جعلها سهلة سمحاء إحنا الآن الشريعة الإسلامية تشوفها سواء في العقائد سواء في العبادات سواء في أخلاقيات كلها مناسبة للفطرة سهلة يعني يعني أنت العقيدة الإسلامية التوحيد كل واحد يقدر يفهم هذا المعنى النبوة واضح معناها الإمامة معناها واضح المعاد معناها واضح نعم هناك تفاصيل هناك تعمقات زيان كلما إنسان رقى في العلم معلومات تكون أكثر أمور أدق رح يفهمها لكن أساس العقائد الكل يعرفها حتى في ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله عليكم بدين العجائز عجوزة تحرك المغزل فيمر بها الرسول صلى الله عليه وآله ويسألها عن ربها وعن الدليل فتوقف هذا المغزل يقول أنا أحرك المغزل فيتحرك إذا توقفت يتوقف هذه السماوات وهذه الأرض هل يعقل أن تكون بدون محرك هو هذا البرهان لكن هذا البرهان بطريقة بسيطة الله سبحانه وتعالى بسط الأمور كما ذكرنا في ممضى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن ألفاظه جزيلة أنيقة معانيه عميقة لكن كل واحد يعرف اللغة العربية الفصحة يفهم القرآن وهذا من عجائب القرآن مع عمقه مع ذلك يفهمه كل أحد نعم تأويله ومعانيه العميقة يحتاج إلى ناس علماء لكي يصلوا إلى ذلك لكن ظاهر القرآن كل أحد يفهمه إذا كان يعارفا باللغة العقائد هكذا الأحكام الشرعية أيضا سهلة صلاة صوم حاج كذا هذه أمور قابلة للفهم وبسهولة الأخلاقيات أيضا واضحة متطابقة للفطرة الله سبحانه وتعالى يسر كل شيء زين هذا الإنسان إذا عصى فلا خير فيه هو الذي سبب الشقاء لنفسه إنما تجزون ما كنتم تعملون ثم تلاء الإمام الصادق عليه السلام هذه الآية ليس على الضعف ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج زين الجهاد واجب هل سواحد ضعيف مريض عليل في جسمه مو واجب علي يرفع عنه إذا واحد مريض يرفع عنه إذا واحد ما عنده تكاليف الجهاد سابقا مو مثل الآن الحكومة تطي السلاح وتنفق على الجيش ذاك الوقت كل واحد سلاحة منه فرسة منه طعام عليه نعم إذا كانوا يغتنمون الغنام يقسموها على المجاهدين بعد إخراج الحقوق الواجبة لكن إلى أن يوصل إلى الجهاد إلى أن يجاهد كذا هذه كل الدفقات عالية سواحد ما عنده لا عنده سيف لا عنده فرس كذا يريد أن يشارك في الجهاد ما كو والرسول صلى الله عليه وآله يقول لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون الله رفع عن هؤلاء زين هذه ليست الشريعة السهلة سمحا في آية أخرى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم أن تتمت الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه لتحملهم يعني اتجهزهم للجهاد الإمام يقول فوضع عنهم لأنهم لا يجدون زين أنت ما عندك فلوس الحاج عليك مواجم ما عندك أموال إذا كان الجهاد يقتضي الأموال الجهاد عنك مرفوع إذا أنت مريض لا تتمكن من الصوم الصوم عنك مرفوع إذا ما تقدر تصلي صلاة من قيام صليها من جلوس صليها من منام إذا لم تتمكن أيضا من الجلوس عشها شريعة سهلة جدا زين إذا الإنسان يترك هذه الشريعة ويعص الله سبحانه وتعالى وفي يوم القيامة كان من أهل النار فهو من شقائه الشقاء اللي بسببه بسوء اختياره زين في يوم القيامة يخاطب أهل النار بأنهم ما أجدكم الرسول زين شنو فرقكم عن ذلك المؤمنين اللي هما في الغرفات آمنون شنو فرقكم عنهم تشوف أخوان أحدهما في الجنة والآخر في النار الظروف نفس الظروف بل تجد ناس في ظروف أسوأ هم في الجنة وناس في ظروف أحسن هم في النار ما عند الإنسان حجة على الله سبحانه وتعالى بل لله الحجة البالغة إذن فالله سبحانه وتعالى حي كل وسائل نجاة الإنسان ورقيه وكماله إعطاء الفطرة إعطاء العقل أرسل الرسول الشريعة سهلة الأمور بسيطة سمحاء لكن إذا هو بسوء اختياره عصى الله سبحانه وتعالى عد هذا يستحق النار ما لقابلية بسوء اختياره مثل أفرض الوالد إذا هيأ كل وسائل نجاح لابنه هيأ للمدرسة المناسبة المعلم المناسب المكان المناسب الإنفاق المناسب زين الرفقة المناسبة كل الظروف هيأها لابنه حتى ينجح بالامتحان فهذا الابن بدال ما يطالع عصة باليوم مش قد يحتاج لمثلا من الدراسة ساعات قليلة بدال ذلك انشغل باللهو واللعب وفي أخير السنة سقط هل يلام هذا الأب أو الأب لهو الحجة التامة على هذا ابنه وهذا الابن يلام هو الذي يلام إذا الأب هيأ كل ما عليه ما قصر مرة الآباء يقصرون يشوف الجانب المادي يترك الجانب المعنوي يترك الجانب النفسي مزين هذا التقصير من الأب إذا الأب ما قصر طلع الابن مثل ابن نوح هنا هذا الابن يلام أكثر مما يلام غيره الظروف مهيئة لك كانت لماذا لم تدرس لماذا انحرفت الله هيا كل شي هؤلاء أهل الضلال وأهل الكفر ما لهم حجة لذلك في يوم القيامة في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى عندما يحاسب الناس فأي واحد يدخل بالجنة يعلم أنه دخل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى مو باستحقاقك الله تفضل عليك بالجنة وأي واحد يدخل النار لا يدخل النار إلا وهو يعلم باستحقاقه بدخول النار لأنه إيدة تشهد عليها رجلة يشهد عليها جلدة يشهد عليها الملائكة يشهدون عليه كتاب كتاب ملأه بالخزي والعار هو هناك في المحكمة خلص يعني يقر ويعترف أنه هو يستحق النار كبعض الأحيان في المحاكم تشوف المجرم جاي بي ينكر كذا يصيح كذا وتشوف مجرم ثاني عندما الدلائل واضحة جدا شهود موجودين تصوير موجود قراء كافية موجودة بعد ما يكن مجال للإنكار هو يقر بأنه يستحق العقاب ونستجير بالله من أن نكون من الذين يمرون على آيات الله فيتخذونها هزوة أو لا يعملون بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم بالإيمان به وبالعمل الصالح وأن نستمر على ذلك هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين على سيدنا اصطر